اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسط تشديد امني ومحاولة منع المتظاهرين لكنهم في النهاية وصلوا وحصلت اشتباكات كثيرة واعتقالات من قبل رجال الامن ضد المتظاهرين بالاضافة الى تخدام الغاز المسير للدموع واطلاق الأعير النارية في الهواء ايضا وما زال الى الان ربما تشهد شوارع العاصمة استنفارا وتوترا امنيا دعوات اطلقتها المظاهرة المعارضة للتظاهر احتجاجا على احتفالا بالذكرى 11 لذكرى الثورة ورفضا لقرارات قيس سعيد منذ يوليو الماضي وحتى الان والتي يدعونها بالانقلاب على الشرعي ما هو المشهد في تونس والى اين تتجه التجذبات والصدامات بين المعارضة السياسية والسلطات التونسية هذا ما سنحاول الاجابة عنه مع ضيوفنا الكرام بعد هذا التقرير فاهلا في مثل هذا اليوم ولد الحلم العربية الذي طال انتظاره وانتصر الثورة اليسمين في تونس فكانت الولد البكر للربيع العربي واليوم في هذه الذكرى يتأجج المشهد هنا في شوارع العاصمة التونسية بانتشار كثيف لقوات الامن منذ ساعات الصباح الاولى غدا تتجديد المعارضة دعواتها للتظاهر بمناسبة الذكرى الحادية عشر لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واحتجاجا على التدابير الاستثنائية التي اعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو الماضي دعوات واجهها سعيد بفرض حضر للتجوال كاجراء صحي لمكافحة انتشار وباء كورونا وهو الاجراء الذي يصفه المعارضون بانه تضييق سياسي بغلاف صحي فقبلت هذه التدفقات البشرية التي تملأ شوارع العاصمة ومدن اخرى بالرصاص والغاز المسيل للدموع واختطاف المواطنين من بين التجمعات خلال محاولة الامن منعهم من الوصول من شارع محمد الخامس الى شارع الحبيب بورغيبة الذي يعرف بشارع الثورة لكنهم وصلوا وتجمعوا واطلقوا شعاراتهم المطالبة برجوع قيس سعيد الى الشرعية والعودة عن اجراءاته التي يصفونها بالانقلاب تعنت يبديه سعيد تجاه المطالبات السياسية والشعبية بالعودة بتونس الى ما قبل يوليو الماضي لكن القوى السياسية ومن ورائها شريحة كبرى من الشعب التونسي مصرة على رفض الانقلاب وخطف مسار الثورة في ظل موقف دولي صامت عما يجري سوى بعض المطالبات الخجولة وغير الرسمية والاكتفاء بوصف قرارات سعيد بغير الديمقراطية تساؤلات كبيرة عن موقف مؤسستي الامن والجيش في ظل حديث عن تململ امني وعسكري من الوضع ومن زج الجيش في مواجهة مع الشارع خاصة بعد انباء عن رفض نقابة الامن في صفاقص ارسال تعزيزات عسكرية الى العاصمة لمواجهة الاحتجاجات فالى اين تمضي تونس والى اي مدى سيصمد قيس سعيد امام الرفض الشعبي والسياسي والتململ الامني من اجراءاته اهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم عبر الحدود الى المظاهرات في تونس وسط اجراءات امنية مشددة من قبل السلطات التونسية يسعدني ان ارحب في هذه الحلقة بضيفنا هنا في الاستوديو عضو مجلس النواب التونسي انا تلافي الكرامة الاستاذ ماهر زيد مساء الخير استاذ ماهر يا اهلا بك بداية لو بدأنا من اخر التطورات الان ما هي الاخبار لديك عما يجري الان في شوارع العاصمة نعم مثل ما تفضلتم يعني وشاهدنا ما بعض في هذا التقرير كان يوما ساخنا وفاقى في سخونته ان شئتم ما كنا نتوقعه وفاقى في زخمه انتظارات حتى المنظمين انفسهم الاعداد كانت كبيرة جدا اعداد الحاضرين بالرغم من الحواجز التي نصبت بالعشرات منع الناس من الوصول الى العاصمة بداية وثانيا من تقطيع اوصال العاصمة وعزل الاحياء المحيطة بها ذات الكثافة السكانية العالية منع سكانها من الوصول الى قلب العاصمة حيث شارع الثورة لمنعهم من الالتحاق بهذه المظاهرة الكبرى ومنع هذا النوع من الصور التي لا يراد لها ان ترى النور فلا تخرج الى الرأي العام المحلي والدولي لان القائمين على هذا الانقلاب ورأسه بالاساس يسويقون بان هؤلاء هم شرذمة من الذين فاتهم القطار وهم اقلية وهم اعداء للوطن وهم من الخونة وهم من الحشرات وهم من سكان المجاري وغيره من المصطلحات لا هي المصطلحات الشخصية التي اطلقها الرئيس المنقلب نفسه هذا القموس الذي بنى عليه وصفه للمعارضين له والرافضين لاجراءاته الانقلابية يوما كان اليوم هو يوما حقيقة يوم انتصار ويوم احتفالي بأدام معنى الكلمة احياء التونسيون مرة اخرى يوم 14 يناير ذكرى ثورتهم عكس ما اراد الرئيس المنقلب فرضه بقوة السلاح عندما غير تاريخ ذكرى الثورة من 14 يناير الى 17 ديسمبر واصدر في ذلك مرسوما او فرمانا انشيت فرض بالامر الواقع وفرض بقوة السلاح بعدما استحوذ على جميع السلطات وضعها بيده غير وشارع في التزوير والتغيير والتدليس وصل الامر الى يعني ضرب حتى الذاكرة الجماعية والمشترك الذي تعاهد عليه التونسيون لسنوات طويلة الان اعتاد الناس يوم 14 يحتفلون وينزلون الى الشوارع وكان يوم عطلة تيلة 11 سنة نعم هذه المرة فرض امره بالقوة وهؤلاء الذين رأيناهم اليوم في الشوارع نزلوا ايضا بالقوة يعني بصدور عالية بعزيمة حديدية وتكبدوا عناء الصفر وواجهوا يعني القوات الحاملة للسلاح التي نزلت بثقلها الى الميدان وحاولت منع هؤلاء من النزول الى الشارع الرئيسي في العاصمة منعا لتسرب مثل هذه الصور التي رأيناها وهي ظهور الالاف ضده لان سلطة الانقلاب تسوق مثل ما اشرت باستمرار بان هؤلاء هم قلة من الناس بان هؤلاء معزلون عن المجتمع لفظهم التونسيون لا يمثلون الا انفسهم الى غير ذلك من الاصف اسمح لي انه رحب ايضا بعضو مجلس النواب السيد سمير ديلو عبر الهاتف سيد سمير مساء الخير وانت على ما اعتقد ما زلت موجود خارج البيت وفي الميدان ايضا لو تطلعنا على اخر تطورات هناك في العاصمة تونس في تواصل مع ما كان يذكره زميلي السيد مهر الذي اواجه له التحية بالمناسبة وهو عين من الثقر الذي تمارسه سلطة الانقلاب على كل من يعارضونها من نواب او من معارضين سياسيين او من نشطاء حقين انا موجود مع مجموعة من المحامين امام مقر شرطة العدلية في احد احياء العاصمة للدفاع عن الكثيرين ممن اعتقلوا وهم قد اعتقلوا تبعا لمكان يذكره زميلي بسبب توثيقهم للتجاوزات والاعتداءات على الرجال والنساء والأطفال بالهروات وبالغاز المسيل للدموع وبالمياه الساخنة اليوم باختصار السلطة القائمة حاولت ان تضيف الى سعيها لمحو تاريخ الثورة من تاريخ تونس بمحو تاريخ 14 جام في يناير وتعويضه بلاحظة انتلاح الثورة ارادت ان تضيف الى ذلك محاولة محوها من الجغرافيا عبر منع تونسيين من الاحتفال بذكرى الثورة كما كانوا يحتفلون كل عام في شارع الثورة شارع حبيب برقيبك وذلك اعتبار لان الاحتفال هذه السنة يتزامن مع الاحتجاج الاحتجاج على الحكم الفردي الاحتجاج على الانقلاب فسعت بكل الوسائل الى منع التونسيين والتونسيات من الوصول الى شارع الثورة ولكنها موصلة ورغم ذلك بطريقة مدنية سلمية متحضرة الجميع اليوم احتفلوا بعيد الثورة التونسيون الذين يعلون قيم الثورة ويعلون تاريخ الثورة احتفلوا بها بصدح حناجيرهم بتواجد في شارع الثورة والاحياء المحيطة به وفي كل جهات الجمهورية والطرف المقابل احتفل به بطريقته الخاصة كما كان يمارس الذين حاولوا اخماد كل الاصوات الحرية والثورة في تونس باستعمال الغاز النسيل للدموع والهروات نعم سيد ماهر الى اي مدى ستفلح هذه التظاهرات ومواجهة اجراءات قيس سعيد بهذه الطريقة يعني هل خسر السياسيون التونسيون او المعارضة التونسية هل خسرت المواجهة مع سعيد من خلال المؤسسات واتجهت الى الشارع لا اعتقد ان هناك خسارة او حتى يعني معركة حصلت في مستوى المؤسسات ليس لسلطة الانقلاب سلطة الامر الواقع اليوم اي برنامج ولم تخذ يعني معركة شريفة لم تخذ معركة افكار مع معارضيها هي فرضت امرا واقعا بقوة السلاح يوم 25 سبعة في ظلمة الليل نزل بضع الاف من الذين تم يعني جزء على الاقل جزء منهم تم يعني رشوته وجزء اخر من الغاضبين الذين يحق لهم الغضب وكان هناك في الحقيقة مسويغات كافية حتى تغضب شرائح من المجتمع تتيجة تراكم الازمات وتراكم فهذا امر مشروع ولكن الانقلاب بنى على ذلك الغضب وذلك التجهيش الذي حصل عصر ذات 25 سبعة واعلن ما سماه اجراءات الاستثنائية المؤقتة كما كرر ذلك مرارا ولكن كان في ظلمة الليل كان يعمل من اجل توطيد اركان تلك الجريمة وتحويلها الى امر واقع ويعني توسع في حلمه حتى انه خلال بضع اسابيع اصبح يتحدث عن تغيير النظام السياسي برمته وتجميد الدستور برمته والغاء الاحزاب والحياة العامة برمتها ومن ثم الشروع في مرحلة قمع يعني لم تعرفها البلاد طيلة عقود من الزمن على غرار اختطاف المعارضين وسجنهم في اماكن سرية وهي ممارسات يعني لا لم يعرفها التونسيون حتى يعني في احلك سنوات القمع الى التسعينيات القرن الماضي او الثمانينيات منه او اواخر السبعينات منه عندما كانت الانظمة في ذلك الوقت يعني تعبثوا بمعارضيها وتحاولوا خنقهم وكتمة اصواتهم فهذه الممارسات اليوم لا تليق بتونس 2021 و2022 ولا تليق بالمنطقة يعني التونس التي تطل على البحر المتوسط وهي جوهرة المنطقة ومنارة لها وامل شعوب المنطقة وامل يعني الشعوب الطواقع للحرية والانعطاق وتحرر طيلة عشر سنوات كاملة اليوم تتحول خلال بضعة سبيع وبضعة شهور تتحول الى مقبرة تدفن فيها تلك الاحلام الجميلة نعم نعم سيد سمير انت الان بحكم انك من قلب الميدان هل حدثت اعتقالات على حسب ما سمعنا هل هناك احصائية تقريبية لعدد المعتقلين وهل سيبيتون اليوم في الزنازين ام انه اعتقال شكلي وماذا عن الظروف الامنية حصلت اعتقالات بالجملة بعضها حصل امام عيني وبالمناسبة الطريف في هذه المظاهرة ان اغلبية الساحقة الاتقالات كانت بسبب ما جنته الهواتف النقال على اصحابها لان الطرف المقابل كان يسعى لاخماد الصور والهكم كما تعلمون الصور تجولت في كل رحاب للعالم في كل القنوات والفضائيات اكيد انكم اطلعتم على صور المتظاهرين ومتظاهرات يتعرضون للعنف على استعمال نياه والغازات المسيلة للدموع نعم سيد سمير مع الاسف الصور غير رسمي لأكثر من مائتي متقل ولكن لست متأكدا من ذلك ولكن في كل الاحوال اليوم استعمل العنف ولكن كان من جانب واحد كل المظاهرات كانت مظاهرات سلمية كانت ترفع الشعرات تعرض الكثيرون من رؤساء الاحزاب كغازي الشواشي امين عام الطير الديمقراطي وعصام الشاب الامين عام الحزب الجمهوري وكثيرون اخرون من النشطاء وعشرات من غير المعروفين ولكن لم تصدر ممارسة عنف واحدة من المتظاهرين نعم اسمح لي ان نرحب ايضا بسيد الحبيب بعجيلة القيادي في حاملة مواطنون ضد الانقلاب سيد الحبيب مساء الخير وانت الان تحدثنا من العاصمة تونس كيف هي الاجواء الان وكيف ترى الاثر الذي احدثته هذه المظاهرات اليوم في شوارع العاصمة تونس ومدن اخرى سيد بعجيلة يبدو ان الاتصال مازال غير جاهز سيد ماهر اذا اقلت نفس الفكرة اليك كيف ترى الاثر الذي ستحدثه او احدثته ربما هذه التظاهرات في اصرار في ستعيد على هذه الممارسة نعم هو بلا شك هذا اليوم سيكون له ما بعده في اكثر من اتجاه المعارضون انفسهم اصرارهم سوف يزداد بلا شك والهبة الناجحة التي حصلت اليوم وما غذاها من زخم سيفتح الشهية عند هؤلاء من اجل تصعيد نظالاتهم يعني حط الوصول الى اسقاط هذا الانقلاب وعلى الضفة الاخرى اعتقد الرئيس وفريقه سيزدادون اصرارا من اجل مواجهة هذه الصحوة وهذا يعني ما يسعى اليه المعارضون اليوم من وضع اليد في اليد لانه طيلة شهور ماضية كانت يعني مكونات مهمة في المعارضة تحاول المحافظة على موقفها التقليدي من بعضها البعض هؤلاء يرون انهم لا يمكن ان يجلسوا على نفس الطاولة مع الاخرين الاستقطاب السياسي الذي كان موجودا طيلة عشر سنوات استمر حتى بعد الاجراءات الانقلابية لكن خلال الاسبوعين الماضيين شهد هذا الاداء تطورا نوعيا واصبحت امكانية التقارب واردة وممكنة جدا وهو ما حصل اليوم حيث نزل الجميع دون استثناء جنبا الى جنب وهذا نوع من هذه البصمة انقرضت نهائيا منذ 14 يناير 2011 اخر مرة شهد التونسيون بمختلف مكوناتهم السياسية والفكرية يمشون في مظاهرات جنب كان قبل 11 سنة اليوم نفس المشهد يتكرر من جديد وهو يعني ضوء احمر يعني شعاعه او شععته قوية جدا يعني ضاربة في وجه السلطة الانقلاب لذلك قلت لك بان هذا اليوم سيكون له ما بعده المعارضون سيزدون اصرارا وسلطة الانقلاب وهي التي تعلم جيدا بان نهاية هذه التجربة نهاية تجربتها سوف تتوج بسجون وتتوج بتشريد لهم وملاحقتهم في محاكم الداخل والخارج لأنه هناك نوع من التجاوزات ومن الخروقات الجسيمة التي اقدموا عليها وارتكبوها خلال الفطرة الماضية لا تعني شيئا او لا تساوي شيئا الا تتبعهم امام المحاكم من اجل تلك الجنايات والاعمال الخطيرة التي ارتكبوها وعلى رأسها الاخفاء القصري للناس وسجنهم في اماكن سرية ومنع الزيارة عليهم في تحدي صارخ حتى لسلطة القضاء نفسها سلطة القضاء تحقق في هذه الجرام يعني الانقلاب قائم واقف على رجليه الآن والسلطة القضائية تبحث عن هؤلاء الاشخاص وتحاول تحديد مكانهم فما بالك لو ينهار هذا الانقلاب فسيجرجر هؤلاء الى المحاكم والى السجون لذلك اعتقد بانهم سوف يحاولون الدفاع عن هذه التجربة الخائبة الى اخر رمق فاعتقد بان الايام والاسبيع القادمة ستحمل كثيرا من يعني صحيح من النظالات ومن من الشداد عود المعارضة ولكن ايضا كثيرا من القمى من المواجهات سيد سمير لو انت كعضو في فريق الدفاع عن النائب نوردين البحيري كيف حاله اليوم ما هي اخر الاخبار والتطورات عنه نحن التزمنا كهيئة الدفاع بالمصدقية من البداية الى النهاية وبدون ادنى مبالغة هو حاليا بين الحياة والموت والفريق الطبي طلب من زوجته بالامس ان تمضي على اقرار بانه قد تم اعلامها بحقيقة وضعه الصحي الذي ينظر بالخطر الشديد في اي لحظة ونحن 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 نحمل مسؤولية حياته لم نعد نتحدث عن صحته وانما عن حياته لكل من تورط في عملية الاختطاف والاخفاء والاخفاء القسري والاحتجاز تعصف داخل تونس لانا قمنا ايضا بشكايات في الخارج تعهد القضاء بها وهناك شكاية بدأ البحث فيها خصوص الاختطاف هناك شكاية اخرى في خصوص الاحتجاز التعصفي والاخفاء القسري فضلا عن تعهد البرلمان العربي والاتحاد الدولي للبرلمانيين ومجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعصفي وكما ربما لاحظت بالأمم المتحدة عبر المفوضية الثانية قد أصدرت بلاغا حول حالة الأستاذ البحيري هو حاليا موقوف خارج القانون يعني هو محتجاز تعصفيا وهذه جريمة لا تسقط بالتقادم ونحن لن نفك عن المطالبة بتسريحه في أقرب وقت دون قيد أو شرط وقد راجعنا الجهات القضائية وأكدت لنا أنه ليس هناك أي ملف أو قضية أو تتبع ضد الأستاذ البحير نعم طيد ماهر ليس تعيد ليس رجلا عسكريا كما نعلم من أين أتى بكل هذه الأسوة في التعامل مع المعارضين يعني بالأمس كان هناك تشف من حديثه عبر وسائل الإعلام أنه يهدد بإعدام بعض المعارضين بتهمة الخيانة لمح أنهم يستطيعون هناك ممارسات كثيرة يعني منع من الظهور في التلفزيون في وسائل الإعلام الحكومية وإجراءات كثيرة يعني تعلمها من أين أتى ما هو سر كل هذه القسوة والتعنت في وجه المعارضين نعم هو شخصية الرئيس يعني في حد ذاته تحمل عددا من الثغرات إن شئتم وهو أمر يعني على فكرة ينصحب على جميع البشر كل واحد عنده ثغرات معينة في شخصه وفي تفكيره يمكن أن نفاذ منها إليه الرئيس محاط بمجموعة من المتطرفين الدمويين الذين يعتقدون بأن هذه الفرصة هي فرصة العمر من أجل تمرير الأجندة التي حاولوا طيلة عشر سنوات كاملة تنفيذها لأنه ما حصل يوم خمسة وعشرين كان الحلم الذي عمل عليه والهدف الذي عمل عليه هؤلاء طيلة عشر سنوات كاملة وكانت المحاولة تفشل في كل مرة لكن نجحت يوم خمسة وعشرين سبعة فهؤلاء الآن يرون بأن هذه الفرصة لا يمكن أن تضيع منهم لا يمكن السبب الأول مثل ما حدثتك بأنهم أنفقوا أقصد هنا المحور الدولي الذي يدعم هذه القوى المجهرية داخل تونس الاستئصالية المعادية لرغبة شعب في التحرر والإنعتاق وبناء ديمقراطية وحياة سياسية سليمة والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة والانطلاق بالبلاد وإطلاق اليد للبناء والعمل والإبداع هؤلاء أنفقوا الكثير تيلة عشر سنوات يرون أنهم أصبح من حقهم أن يجنوا ثمرتهم اليوم العامل الثاني الذي يجعلهم يبدون دمويين كما تفضلت هو المصير الذي ينتظرهم في صورة سقوط هذا الانقلاب أو غلق هذا القوس كما يقول المعارضون إلى مجل التراجع طبيعي إلى مجل التراجع هؤلاء ارتكبوا أصنافا من الجرائم يعني فاتت في فضاعتها ما حصل في العشريات السابقة ولا يمكن بشكل ليس يعني من باب الانتقام منهم أو من باب التشفي أو من باب العقوبات الصارمة ربما ولكن من قبيل تجنيل البلاد مستقبلا أن يتجرأ أحد على اختطافها واحتقار وازدراء 12 مليون من سكانها فيعتقد ويريد أن يفرض عليهم أمرا واقعا مؤمنا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يشبهه أحد إن شاءت فيجب أن تكون وأعتقد ستكون نهاية هؤلاء المتطرفين ستكون عبرة حتى لا تعاد مثل هذه التجارب علينا مستقبلا لأن مثل هذه المغامرات هي مكلفة جدا 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 ليس فقط من ناحية نعم تعيدنا سنوات كثيرة إلى الوراء ويعني هي تقتل في الناس الرغبة يعني أنت عندكش فكرة يعني موجات الهجرة التي تعرفها البلاد اليوم موجات هجرة كبيرة جدا في اتجاهات مختلفة الناس أصبحوا يعني فقدوا ثقة تماما في الطبقة السياسية وفي المسيرين أصبحوا يؤمنون بأن هذه الطبقة غير قادرة على حمايتهم غير قادرة على تنفيذ وعودها غير قادرة على الوفاء بوعودها على إدارة البلاد طبيعي طبيعي يعني هذه التجارب مكلفة جدا ويجب أن يعني أن تكون نهاية هؤلاء نهاية يعني يعني يعتبر منها حتى لتعاد مثل هذه المغامرات نعم اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود مشاهدين فاصل قصير ونعود لمتابعة موضوع الحلقة فابقوا معنا يعلن مكتب الدعوة والإرشاد بمؤسسة التناصح إقامته الدورة العلمية السادسة في العلوم الشرعية بمادتي العقيدة الإسلامية والأخلاق والآداب وذلك بمسجد زيد بمدينة الزاوية المطرد بدءا من الخامسة عشر وحتى السابع والعشرين من يناير سنة الفين واثنتين وعشرين بين صلاتي المغرب والعشاء للتسجيل بالدورة يمكنكم التواصل عبر الرقم 091-3026-59-2 أو مراسلة مكتب الدعوة والإرشاد عبر صفحته على الفيسبوك في إطار توسعة وتطوير أعمالها تعلن مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام توفر فرص عمل في التخصصات الآتية فني منتاج موشن جرافيك على أن يكون المتقدم مقيما في طرابولوس ومتفرغا للعمل بدوام كامل وأن لا يتجاوز عمره خمسا وأربعين سنة فعلى من يجد في نفسه الكفاءة إرسال سيرته الذاتية عبر البريد التالي jobs.tv أو للطلاع على الإعلان في صفحة مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام أو صفحة مبادرة التناصح لخدمة المجتمع والتقديم عبر الرابط الموجود في الإعلان علما بأن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من يناير من عام الفين واثنين وعشرين بيان مجلس البحوث بالدعوة إلى انتخابات برلمانية والتخلص من الأجسام التشريعية الفاقدة للشرعية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فيتابع مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية ما يقوم به كل من مجلسي الدولة والنواب من اتصالات ولقاءات ومقترحات لا يدل في الواقع كما عودونا إلا على العمل على استمرارهما في موقعهما وعلى التهاون بما يعانيه الناس من التمديد لفتراتهم الانتقالية وإزاء ذلك فإن مجلس البحوث ليؤكد على ما يليه أولاً أن التوجه رأساً إلى إجراء انتخابات برلمانية هو السبيل الذي يعجل برحيل هذين الجسمين الفاقدين للشرعية والذين تسبب بقاؤهما طيلة هذه السنوات في التدهور غير المسبوق لأحوال البلد أهلاً بكم مشاهدنا من جديد في هذه الحلقة من برنامج عبر الحدود إذن مظاهرات في تونس وسطا حظر تجوال وإجراءات يفرضها الرئيس السلطات التونسية والرئيس قيش سعيد أيضاً أرحب مرة أخرى بضيفي في الحلقة عضو مجلس النواب التونسي عن ائتلاف الكرامة سيد ماهر زيد مساء الخير مرة أخرى سيد ماهر أهلاً أهلاً وسهلاً هناك حدثنا قبل الهواء عن حديث عن تملم العسكري ربما من ما يجري الآن في تونس هل يعول أحد في تونس على عدم أو عن تراجع الجيش على خطوة التي قام بها في ما سمي بانقلاب قيش سعيد نعلم أن الجيش التونسي ربما هو المؤسسة العسكرية العربية الوحيدة ربما المتفردة بعدم تلوث يدها بماء الشعب وعدم خوضها في السياسة لكن ما حدث أخيراً يعني ربما كسر هذا التفرد فهل تظنون أن هناك تملم العسكري أو أمني من إجراءات قيش سعيد إن صح هذا الأمر إن صح ما تقول فأعتقد بأنه تملم ربما أو عدم رضاء على المستوى الفردي لكل قائد من قيادات هذه المؤسسة لكن أن يتحول هذا عدم الرضاء إلى عمل ميداني فأنا أستبعد ذلك تماماً لأنه زي ما تفضلت بأن هذه المؤسسة تاريخياً عرف عنها الإنضباط التام والولاء التام لقيادتها وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة الذي هو دستورياً رئيس الجمهورية فلا يمكن في اعتقادي لا يمكن أن ينفرط هذا العقد ولا المؤسسة وقيادتها إلى رئيس الجمهورية لكن أنا معك أنه على المستوى الفردي بل أنا أؤمن بأن هؤلاء قد يعني ينتابهم الآن مشاعر يعني من الخوف من المتابعة القانونية اللاحقة التي ستنجر بعد سقوط هذه المحاولة سواء داخلية أو خارجية طبيعي داخلية أو خارجية لأنه مثل ما تفضل زميلي المحترم فهناك عدد كبير من القضايا الجزائية التي تم تقدم بها في محاكم داخلية ومحاكم دولية على غرار محكمة العدل الدولية المؤسسات الدولية العريقة غيرار الأمم المتحدة وهيئاتها الحقوق الإنسان في جناب أو غيرها كلها على علم وأصدرت بيانات وأصدرت مواقف رسمية تدين هذه الممارسات وعلى رأس هذه الممارسات محاكمة نواب الشعب ومدنيين ومدونين أمام محاكم عسكرية والتي يعتبرها القانون الدولي يعتبرها محاكم استثنائية ولا تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة هذا هو العرف الدولي المعمول به وهو ما أمضت عليه تونس نفسها ويفترض فيها احترام سلطاتها لهذه التعاهدات الدولية لكن اليوم العالم يرى بأن هذه السلطة الجديدة تضع تحت رجولها كل هذه العهود والموثيق والقوانين وتضرب بها عرض الحائط بل يعني بلغ الأمر برأس سلطة الانقلاب إلى يعني إلى تحدي الموقف الدولي وحتى السخرية منه ومستخدما بعض العبارات الدارجة في كثير من الأحيان ويتحدث يعني على طريقة يعني معمر القذافي أو على طريقة صدام حسين معتقدا بأنه يملك من أسباب القوة ما تخول له الحديث بتلقى العجرفة التي لا لا أعتقد أن العقل الغربي بالأساس يعني يقبلها في بلد يعني للأسف يعيش على يعني في جزء من اقتصاده قائم على المساعدات الخارجية وقائم على الدعم الدولي يتحدث معهم رأس سلطة الانقلاب بتلك العجرفة فهذه رسالة سيئة إلى الخارج و نعم تفضل نعم أنا أريد العودة قليلا إلى الوراء عن تحميل المعارضة وخاصة من حركة النهضة مسؤولية ما آلت إليه البلاد في وقت تقريبا في منتصف العام الماضي عندما قام قيس التعيد بإجراءاته تلك إلى أي مدى فعلا تتحمل المعارضة المسؤولية وهل هذا يعد مبررا لتدخل قيس التعيد بإجراءات اعتبرة انقلابا على الشرعية نعم مثل ما يعني شرحت لكم المنظومة ككل التي تقف اليوم مع قيس سعيد الفروع الداخلية والأصول الخارجية هي التي كانت يعني بشكل أو بآخر السبب الرئيسي وراء الأزمات التي تفضلتم بها هي أزمات في جزء كبير منها يعني مفتعل ومصطنع عرقلت الانتقال الديمقراطي عرقلت تركيز المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي بما يسمح بإنتاج مجلس نيابي متجانس إلى حد ما ومستقر إلى حد ما من العدد اللامتناهي والإضرابات العشوائية النقابية العشوائية في جزء منها من تغول النقابات الأمنية وتمردها على القانون وعلى القرارات القضائية إلى غير ذلك من المكونات المحلية التي وكأن بها تنفذ أجندة أو رغبات لقوى دولية تعمل على إفشال هذه التجارب المثيلة في تونس وليبيا ودول المنطقة بأشكال تتناسب مع كل بلد فإذن هذه الرغبة هذه الرغبة الخارجية والأذرع الداخلية هي السبب المباشر في اعتقادي وتتحمل الحقيقة الجزء الأكبر من تلك الأزمات التي تحدثتم عنها نعم ذكرت أكثر من مرة قوى دولية هل هناك يعني من يدفع قيس التعييد بفرض أو هذه الإجراءات التي تكون بها ويحميها أيضا هو يعني ليس أكثر وضوحا مما تسرب مؤخرا منذ بضع أيام على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام الدولية من إشراف أحد الضباط السامين المصريين على غرفة تسهير هذا الإنقلاب وتواجد هذا الشخص يعني شخصية تواجده في قصر الرئاسي ولم تعترض الرئاسة على هذه التقارير أو تقدم أي توضيحات واكتفت بالصمت واقعيا نعتقد أن الزيارات الأخيرة التي أداه رئيس الجمهورية قبل إقدامه على هذه الخطوة الانقلابية على غرار زيارته إلى مصر إلى نظام عبدالفتح السيسي والطائرات المصرية التي كانت تزور تونس باستمرار ظاهرا وكأنها تقدم مساعدات في شكل تلاقيح ضد الكوفيد ولكن لا يعلم بالضبط وهي طائرات عسكرية تنزل في مطارات عسكرية لا يعلم ما هو ربما أشكال الدعم أو المساندة أو التوجيه التي قد تكون قدمت إلى هذه السلطة الحالية اليوم إضافة مثل ما حدثتك بأن الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تعلم بأن والتقارير موجودة عندها ومؤثقة هذه الجرائم من تدخل دول هذا المحور في الشأن الداخلي تجسسا وزرعا للفتنة ومحاولة لتوجيه الحياة السياسية ليس أقلها أهمية القبض أواخر ديسمبر 2018 على يعني ضابط سامي من المخابرات المصرية والقيام بطرده من البلاد أواخر 2018 فالبصمة الخارجية إذن الموضوع ليس جديدا تدخل طبعا ليس جديدا طبعا منذ 2012 والبلد تتعرض على غيرار ليبيا وأن كان شكل التدخل في ليبيا هو شكل يعني عسكري مسلح من خلال دعم الميليشيات المتمردة والخارجة عن القانون نعم ولكن في تونس بحكم خصوصية البيئة فالتدخل كان تدخل ناعم في شكل مساعدات وتمويل لجمعيات وأحزاب وشخصيات تعملوا من أجل إحباط الإنفقال إذن هل تعتقدون أن الباجي قائد السبسي كان قد وقف سدا منيعا في وجه هذه التدخلات وربما لم يستطيعوا أن يفرضوا رؤيتهم إلى نعم في الحقيقة يحسب للباجي قائد السبسي الله يرحمه يحسب له في شخصه أنه لم ينساق ولم يعني يقدم بلده يعني هدية وقربانا لهذه القوى الأجنبية وهذا الأمر أصبح اليوم يعني من عداد الحقائق رفضه لتدخل خاصة إلى إماراتي منه وإن كان البعض في حزبه أقر بأن عروضا مالية سخية قدمت لبعض الأجنحة داخل حزبه من أجل يعني تنفيذ ما قام قيس صعيد بتنفيذه هذه السنة أراد يعني ذلك المحور الدولي تنفيذه قبل بضع سنوات من خلال بعض الأجنحة المتطرفة داخل حزب الباجي القائد السبسي ولكنه كشخص كان واعا ومدركا بخطورة وهو رجل القانون كان مدركا بخطورة الإقدام على مثل كذلك العمل وهو الذي أقسم أغلظ الأيمان أن يحترم دستور البلاد ويحمي وحدة ترابها ويرعى مصالحها فقام بذلك ويحصب ذلك له عكس ما أقدم عليه الرئيس الحالي بعدما أقسم أقسم اليمين المغلظة على احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل ولكنه انقلب عليها وضرب بها عرض الحال الآن بالعودة إلى الميدان والمظاهرات والحركة السياسية يعني من المعتاد أن المعارضة دائما تملك خيارات واسعة وتكون برنة في تحركاته هل هناك طريق أيضا بالتوازي مع الخروج إلى الشارع والتظاهر طريق آخر أيضا لمواجهة الانقلاب وتعنف الرئيس في اعتقاد الطريق الوحيد الذي ليس الوحيد الذي فرد على التونسيين أو معارضتهم أو نخابهم بل الطريق الوحيد الذي يمكن أن ينتهجه التونسيون تكوينا وثقافة وتراثا هو المقاومة السلمية بأشكالها المختلفة اليوم صحيح نزل الناس إلى الشارع ولكن نخبهم طيلة ثلاث أسابيع كانت تخوضوا إضرابا عن الطعام بضع عشرات منهم خاضوا إضرابا عن الطعام في تونس وخارجها عضاء برلمان رئيس دولة سابق المحمد المنصف المرزوقي الذي هو نفسه مطارد من أجل أحكام بالسجن الغيابية قضيت في حقه غيابيا فإذن الطريق الوحيد لمقاومة هذا السرطان الجاثم على صدر الوطن هو المقاومة السلمية المدنية لا شيء غير ذلك سيد ماهر أنت أيضا ربما خرجت من تونس مطاردا قانونيا بسبب هذه القلطة أعتقد أن هناك كثير من التونسيين أعداد كبيرة ربما يعني خرجوا بالمثل إما معتقلون وإما مطاردون أيضا يعني هناك ربما يأس الآن لدى المعارضة من المواجهة قيس سعيد من خلال المؤسسات بسبب غياب القضاء أو ربما يعني تطويع القضاء وغياب المحكمة الدستورية و يعني ليس هناك من حل الآن إلا المواجهة السلمية من خلال التظاهرات للعودة بتونس إلى أي مدى تجد هذه الآلية ستنجح وأقصد يعني هل أنت متفائل تجاه هذه الحراكة نعم أنا في الحقيقة جد متفائل لأنه العامل الوحي العامل يعني عامل المقاومة الانقلاب وتصدي له هو ليس العامل الوحيد الذي قد يحسم المعركة بل سوء تصرف وأخطاء سلطة الانقلاب أيضا تلعب وستلعب دورا محددا في إنهاء هذه التجربة الفاشلة اليوم اليوم سلطة الانقلاب لا تستطيع حتى توفير لقمة العيش للشعر التونسي لا تملك النقد حتى لشراء يعني مادة السميد للخبز وهو أدنى يعني وهو أدنى حاجة وأهم حاجة ممكن أن يحتاجها البشر للبقاء هناك وضع اقتصادي هناك وضع صحي أيضا الوضع الاقتصادي هو مرتبط بسوء التصرف لأنه قبل 25 وهي الفطرة التي يسبها قيس صعيد وبعض أنصاره ليل النهار لكن قبل 25 كانت الحكومات المتعاقبة بأرياحية توفر قوت يعني قوت الشعب وتضمن كرمته وتضمن حريته وتقترض وتبحث عن حلول من أجل حل مشاكله لكن السلطة الحالية في غياب الأفكار وفي غياب البرنامج الواضح سواء الرغبة يعني سواء الرغبة في وضع اليد على كل شيء فإنها لا تملك أي تصور لحل المشاكل أو لحل حالتها أو للخروج من الأزمة التي تغرق فيها يوما بعد يوم إخوة ما نتمنى أهل تونس أن تتجاوز كل ذلك وتعود إلى شرعيتها وإلى سلطة الشعية منتخبة هذا ما نتمناه لتونس ولباقي البلاد العربية في نهاية هذه الحلقة أشكرك أشكرك الجزيل سيد مهر عضو مجلس النواب التونسي عن أتلاف الكرامة أهلا ورحب وشكر أيضا لضيفنا الذي كان معنا عبر الهاتف في القسم الأول من الحلقة عضو مجلس النواب وعضو فريق الدفاع عن البحير سامير ديلو وأنوه إلى أنه غادر الحلقة وكان يتكلم معنا من أمام مركز الشرطة ودخل ربما للمرافعة عن أحد الشباب الذين اعتقلهم الأمن في خلال المظاهرات وفي نهاية الشكر لكم مشاهدين على هذه المتابعة الطيبة إلى اللقاء المتابعة المتابعة موسيقى التطور الإشتماعي نهاية التطور الإشتماعي موسيقى إن لم نتابعة أمام أيهاية شكرا